على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان على منطقة الجليل الغربي ودوت صفارات الإنذار شمل إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ في السياق ذاته أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد عمليات في حزب الله ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ أرجو وكان الحزب قد أعلن مقتل أحد عناصره جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي وذكر مراسلنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء صور جنوب لبنان معنا من مرجعيون في جنوب لبنان عماد الأطرش عماد تابعنا معك اليوم هذا التصعيد الحاصل في الجنوب يترى هل مزال مستمراً لغاية اللحظة؟ ما الذي تترقبونه في الساعات المقبلة؟ نعم فضيلة كما ذكرت في متن الخبر تعرض صباح اليوم سيارة تعرضت فيها مسؤول ميداني في حزب الله هو عباس إبراهيم حمزي على طريق بين بلدتين ديركيفة وصريفة في قضاء صور إلى قصف بصاروخ من مسيرة إسرائيلية مما أدى إلى مقتله في بيان لاحق للجيش الإسرائيلي قال بأن حمزي هو قائد عمليات في منطقة جوية التي قتل فيها في 11 من هذا الشهر الأرفع مسؤول ميداني لحزب الله هو قائد وحدة نصر وهو طالب سامي عبد الله قتل بالإضافة مع ثلاثة من مساعده في قصف لمسيرات إسرائيلية دائماً في بلدت أجوية قبل قليل كان هناك أيضاً استهداف لشاحنة صغيرة بصاروخ ولكن كان هناك شخصان فيها نجيا ولم يتعرض للأذى ولم نعرف طماماً إذا كانت تابعين لحزب الله أم لا قبل قليل أيضاً حزب الله أعلن في خمس بيانات استهدافه لمواقع السماقة وموقع رويسات علم وثكنة زبدين وهي في تلال كفرشوبة المحتلة خلف تماماً ومزارع شبع المحتلة بالإضافة إلى استهدافه صباحاً لثكنة زرعيد كما ذكرت في الخبر بعشرات صواريخ الكتيوشة بالإضافة إلى استهدافه قبل قليل أيضاً موقع النقورة البحري الإسرائيلي طبعاً هناك هنا في الجنوب اللبناني هناك حالة ترقب كبيرة لما قد يحدث بانتظار طبعاً ما تسهر عنه الاتصالات السياسية خاصة ما حمله الموفد رئاسي الأمريكي وبعد تصريح أمين عام حزب الله والكلمة له بمناسبة إحياء لمرور أسبوع على وفاة أو على مقتل واغتيال قائد وحدة النصر في الجنوب اللبناني شكراً عماد الأطرش من مرجعيون جنوب لبنان